موضوع الواسطة بشكل سريع لانه هذا الموضوع يعني كبير موضوع الادارة العامة حتى نعطي كل الجوانب حقها يعني موضوع الواسطة موضوع موجود في المجتمع موجود في ثنايا الادارة العامة قد لا يكون موجود في التعيين في ديوان خدمة مدنية لكنه موجود باشكال اخرى عديدة يعني لما تيجي وزارة تاخذ استثناء بحجة انه هي بدأت تجيب كوادر واشي يعني خارق للعادة طبعا ولمن يجي وزير بده بالفئة الرابعة ويجي يعين في وزارة البلديات كل وزير كان يعين الف و الف خمس بيت واحد صاقتين توجيهي الترهل اللي موجود اللي بيحكوا عنه موجود في عدد من المؤسسات وانا بدي سمي منها الزراعة ومنها الاشغال بسبب طبيعة التعيينات في هذه المؤسسات يعني انت لما تقول انه في المؤسسات في ظل نهج بقول انه احنا بدنا الدولة تنسحب من كثير من الانشطة وتشارك القطاع الخاص ونسوي جهاز حكومي رشيق وكفو وبعدين نكتشف انه بالاشغال عندنا 9000 واحد وبالزراعة عندنا 8000 واحد اذا مهمتنا احنا في الاشغال مثلا الاشراف على المشاريع ودراسة المواصفات وكذا ليش عندنا 9000 واحد قد قد نقابة المقاولين كلها هي ومهندسينها وعمالها يعني هذه امثلة على الواقع اللي موجود في اله وهناك امثلة ايجابية من جهد الناس في الادارة العامية حتى الناس لا تفهموا المستمعين لا يفهموا انه الادارة العامية هيك في الادارة العامية هي ناس يعني بيبذلوا جهود مرعبة مقابل الرواتب المتدنية اللي بياخذوها ايضا يعني لازم يتحدث على مسألة اللي اشار لها مع علي الدكتور انا ظليت رئيس ديوان خدمة ثمان سنوات ولذلك بتحدث عن انجازات في عهدي ايجا 12 وزير تطوير ولا واحد بيقدر يتحدث عن انجازات حتى اللي بعرف فيهم ما في قسم منهم بعرفش 12 وزير التطوير في قسم منهم بعرفش الادارة لكن عبرو ما اشتغل بالادارة العامية المدة اساسا مهمة صحيح ولذلك انا بقول انه وبعتز لما اقول انه في الالفين وخمسة كانت نسبة الجامعين في الادارة العامة اه 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 25 في المية ها في الجهاز الوظيفي اكتشفنا بذراسات الفين وخمسة انها تدنت الى اربعة عشر في المية نتيجة التوظيف خارج جدول التشكيلات توظيف الناس اللي معهم مش توجيهه بالواسطة هذا من اللي حصلنا تأجل اليوم وظفواه اربعة عشرين الف باسم الترشيق باسم منع التوسع في جدول التشكيلات صاروا عينوا برا جدول التشكيلات يعني هذا خارج صلاحياتي انه بالالفين وسبعة رجعنا هذا الرقم الى 35 في المية صار الجامعين 35 في المية في كل الاحوال يعني في كثير من الانجازات في واقع الادارة الاردنية لكن هناك ادوات لا تزال بحاجة لتفعيل مثل ادات تقييم الاداء تقييم الاداء الفردي لم نستطع عجزنا ان نحقق تقدما الا جزئيا يعني الممتاز وجيد جدا نزلناه من 96 ل 83 في المية بس وظله كل الناس تاخذ ممتاز وكل الناس تاخذ جيد جدا وهذا بعطل عملية العدالة وبعطل عملية التقييم وبعطل عملية وضع برامج تدريبية حقيقية للناس وشاهر فين فيه تخطيط منظم كان لتدمير القطاع العام او لتلويث القطاع العام مش بالطريقة اللي تمت فيها احنا لما نجينا نسوي هيكلة وانا حطيت برنامج عادة الهيكلة اللي اخذ فيه قرار ايه اكتشفت انه احنا لازم نرجع نرجع تعالي نرجع مؤسسات تعالي او تحريك صار عندنا 129 مؤسسة بس منهم 64 داخل الخدمة المدنية المسألة الاساسية الاخرى يجب ان اتحدث عنها ولو بشكل سريع غياب المسألة يعني احنا بانظمة الحوافز نتحدث عن الحوافز وعن المسايا تحفيز تميز لكن لنا تحدث عن المسألة ليس هناك مسألة من الوزير للموظف وعلى فكرة احد اشكاليات الادارة ان الوزراء زملائنا واحبائنا وخسم كبير من الامنا العامين ليس الادارة ليست هما لهم الجمع اشتركوا في القناة